عزاء هؤلاء المنكوبين من فيضان النيل مشاعر التضامن التي صحبتهم في محنتهم وتكاتف المجتمع الدولي والمحلي معهم دمرت منازلهم وخسر ممتلكاتهم لكن المبادرات الشبابية والأياد الخييرة للتخفيف عن مصابهم لم تنقطع الأسبوعين الفاتو كان في حالة طوارئ غصوة في نفير مالين حالة طوارئ الخدمة كانت كلها أننا نوزع الشوالات للتدريس للأهالي الناس المستحقة بيجيتوا ما قادرين تطلع في ولاية وفيناس تعبانين ما قادرين نقوط اليوم ولا سكر ولا شاي ولا أكل نحن قدرنا وصلنا لهم بعون من الشباب وبارك الله فيكم يعني جبنا الحاجات ديوا بنوصل لهم بيدروا يعني حتى ما مركب يوصلوا بها كانت الفترة الماضية موجهة نحو توزيع جوالات التروس لمنع المياه من الاقتراب لكنها تنوعت الآن بتقديم الإيواء والغذاء والدواء عندنا السلة الغذائية متوفرة جاهزة الآن في المغزن عندنا النواميس بموفرة عندنا المشمع كل خيمة عندها أربع مشمعات فمعرف الأسرة تكون كبيرة ودي يمكن أن يكون أبرز الأشياء الموجودة عندنا ورغم ضعف إمكانيات الحكومة إلا أن مشاعر الحنق وبعض الغضب ما زالت ملازمة لعدد من المتضررين وهو ما دفعهم إلى الإشادة بشباب قاموا بدور أكبر إحنا أصبحنا ما منسق في الجهات الحكومية نهاية لأسباب كثيرة قبل كده حصل لنا كثير مواغف زي دي تمشي عشان يدوك شوالات ما يدوك شوالات عشان يدوك خيمة والخيم موجودة في المخازن وما يدوك خيمة يعني شوفنا دوقنا المر من المستة الحكومية دي والله إذا قاعدين في الخيم دي بيأكل فينا فعلينا الخير والريادات ويناولوا فينا وكده الكارثة أكبر من إمكانيات الحكومة ومن اجتهاد المنظمات الطوعية لكن ما حدث مع المتضررين أكد أن هناك من هو قادر على سد كثير من النقص ليني عقوب العربية الخرطوم